سيناء للمصريين فقط هذه هي الرسالة التي أصرت الحكومة المصرية على التأكيد عليها من الحدود مع غزة في رفح خلال إطلاق مشروعات تنموية في محافظة شمال سيناء مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية لا على حسابها ولا على حسابها تغيرها دير سالة لازم تبقى واضحة للعالم كله القاهرة تنوي إنفاق ما يقترب من 12 مليار دولار بغية تحقيق أهداف المرحلة الثانية من تنمية وتطوير محافظة شمال سيناء أهمية إطلاق هذه المرحلة لا تقل عن أهمية اختيار التوقيت للإعلان عنها لو سيناء بات مديل أصلا هي أنتهت القضية الفلسطينية نتكلم بالواقع يعني أنا سنكرر سيناريو سنة 48 هناك اهتمام خاص بإعادة سكان المنطقة الحدودية الذين تم إجلاؤهم خلال الحرب على الإرهاب ده كان وضع طارق مش للدولة زنبي فيه لأنه كان فيه رهاب عشر سنين أيام صعبة عشناها فالدولة طارت إنها تطلع الناس دي كنوع من التأمين مش تهجير للناس النهاردة عشان إنت ترجع في أماكن حدودية لازم نراعي الأمن والأمان وحدودنا نحميها الأول كويس وبعد كده الناس ترجع في أماكنها ما فيش مشكلة بس أحنا لازم الأول نأمن حدودنا وخاصة مع اشتعال فتيل الأزمة في غزة الخطة تتضمن أيضا إنشاء عشرة مجمعات سكنية في رفح وشيخ زويد بالإضافة إلى أحد عشر مجتمعا سكنيا في العريش بإجمالي 35 ألف وحدة سكنية تامر نصرة العربية محافظة شمال سيناء